وصول كما ذكرت مسبقا جميع المرشحين لنيل المناصب الوزارية جميع الأسماء الوزارية وصلت ما عدا وزارتين قد أجلت من الحسم إلى يوم آخر وزارة البيئة ووزارة العمار كان معي النائب نرمين معروف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني تحية طيبة سيارة النائب نتحدث عن وزارتين لم يحسما هم عائدة أو عائدتان إلى الأكراد لماذا هذا التأجيل؟ ما هي نقطة الخلاف بالتحديد؟ يود المشاهد معرفته نعم ما تفضلت بجنابك حول عدم حسم وزارتي البيئة ووزارة العمار من الاستحقاق المكون الكردي في الكابينة الوزارية الجديدة يعني تعلق بعدم اتفاق الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطة الكردستاني كأكبر حزبين الكرديين على هاتين الوزارتين لأن الاتحاد الوطني الكردستاني يرى بأنه من استحقاقه وزارتين وزارة العدل ووزارة البيئة بينما الديمقراطة الكردستاني أيضا يطالب بوزارة ثالثة إضافة إلى وزارة الخارجية ووزارة العمار يطالب بوزارة البيئة فهذا هو نقطة الخلاف هنا ما إن شاء الله يعني قريبا يتم التوصل بين الطرفين لحل هذه النقطة الخلافية وينه يتم التصويت على هذين وزارتين مثل بقية الوزارات أما خلال الدقائق القادمة حسب جدول العمار الجلسة اليوم يتم التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة سألنا بخلال حديثك الموقف بين الاتحاد والديمقراطي لكن الديمقراطي موقفه لربما من كلامك ليس فقط مع الاتحاد ويطالب بوزارة أخرى ما يعني المطالبة هي من رئيس الوزراء المكلف أليس كذلك ما هو الموقف بالتحديد هل سيحسن في الوقت القريب أم ستؤجل إلى فترات أطول لا أعتقد راح يكون فيه تأجيل لفترة طويلة يعني بالنتيجة يعني الوزارتين البيئة والإعمار أيضا من تشكيل الوزارية ومن الوزارات المهمة والتي يستوجب عليها أنه يتقدم خدماتها إلى المواطنين والخلافات يعني ليست حادة ويعني أعتقد أنه إن شاء الله قريبا يتم التوصل بين الطرفين حول هذه النقطة أيضا للمضي بقدمان حول الكابينة الوزارية الجديدة الذي يطمح جميع العراقيين وبكافة أطيافي أنه يتم تكون هناك حكومة كامل الصلاحية قادرة على تقديم الخدمات للمواطنين وتلبية إحتياجاتهم بصورة مباشرة بعد موضي فترة طويلة من عدم وجود حكومة كاملة الصلاحية 21 وزارة هل ستمرر اليوم؟ هل هناك برأيك ومن خلال تواجدك بين أروحة القرنة؟ حسب الاتفاقات التي جرت بين الكتل والأطراف السياسية في الفترة الماضية يعتقد أنه سوف تمرر معظم الوزارات وأكثر من نصف زائد واحد سوف تمرر في جلسة اليوم شكرا جزيلا لك سيارة النائب نرمي المعروف والانضمام إكتماعي كما تحدثت وبيّنت أن نقاط الخلاف ليست حادة وليست مبررة لأن تؤجل إلى فترة طويلة لربما ستحسن في القريب من الوقت الخلاف على الوزارتين الإعمار والإسكان ووزارة البيئة التي هي من حصة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي باقي الوزارات وباقي مرشحي هذه الوزارات من وزراء وصلت إلى مراحل متقدمة من الاتفاقات حتى أنها نضجت وأدخلت اليوم ضمن الجلسة التي هي إلى الآن لم تعقد وبانتظار عقدها لربما بسبب النصاب القانوني الذي يؤخر عقد هذه الجلسة في موعدها المحدد إلى الآن لا يوجد موقف رسمي من رئاسة المجلس بخصوص إما التأجيل أو المضي بالعقد إلى الآن الأمر متعلق وبالأساس قانونيا برئاسة المجلس تأجد الجلسة أرادت إلى نصف ساعة أو ساعة لكن إلى الآن لا يوجد موقف رسمي إذن لا جديد محمد حول وصول السيد السوداني إلى المجلس حتى الآن؟ كما ذكرت مسبقا أن هناك أنباء متضاربة دخوله إلى المجلس إلى الآن في غاية السرية مكاتب الإعلامية لرياسة المجلس تؤكد عدم حضوره وتسريبات من ذات المكاتب تؤكد أنه وصل وهو الآن داخل مكتب الرئيس هذه الأنباء كما تعلمون الجلسة لها حساسية كبيرة لا يسمح لنا وسائل الإعلام بالتجول في أروقة المجلس في هذا التوقيت تحديدا لضرورات الأمنية وأيضا لحساسية هذه الجلسة بالتالي سيكون هناك تأكيد للخبر بعد دقائق من الآن بعد اكتمان النصاب سيتبين الموقف بشكل رسمي كما ذكرت أن الأنباء تتضارب في هذا الموضوع لكن التشكيل الوزارية بكاملها قد وصلت ودخلت إلى مبنى البرلمان بشكل كامل وهناك حضور نيابة أيضا كبير لم يتبقى إلا أن تقرأ أجراص المجلس ويتوجه النواب إلى القاعة الكبرى ومن ثم تبدأ الجلسة بنصاب النصف زائد واحد